العراقيون ينزلون إلى الشوارع من جديد لكن سبب النزول هذه المرة يتعلق بالمطالبة بإنهاء وجود القوات الأمريكية في البلاد مليونية يوم الجمعة دعا إليها مقتدى الصدر في تغريدة عبر موقع تويتر ناشد فيها العراقيين بضرورة الانخراط في مظاهرة مليونية وسلمية اليوم العراقيون يهبون لاستجابة للتظاهرات المليونية من أجل الوقوف بوجه أي تدخلات خارجية وفرض السيادة العراقية عبر هذه التظاهرات المليونية منطقة الجادرية جنوب العاصمة بغداد شهدت منذ صباح يوم الجمعة توافد حشود كبيرة من المتظاهرين القادمين من المحافظات الوسطى والجنوبية للبلاد ووسط إجراءات أمنية مشددة حمل المشاركون أعلاما عراقية ورفعوا لافتات منددة بالوجود الأمريكي في البلاد ومن هذا المكان نطالب أمريكا أن تخرج ولا زالت السلمية موجودة وهذا وبعدين رح يصير برلمانية ورح تصعيد فياسي وإذا اضطرنا آخر حل المقاومة العسكرية من جهتها ودعت الصفارة الأمريكية في بغداد يافطة على جدار بنايتها حذرت من خلالها المتظاهرين وكتبت فيها لا تتجاوز هذه النقطة سنتخد في حقك إجراءات رادعة في حالة محاولتك تجاوز